السلام عليكم هنا موضوعنا عن التروس التفارقية شكت أني أستخدم التروس التفارقية من عندي ما أقدر أقسم مثلاً عدد الدوار إلى 61 79 83 فبهاي الحالة مثلاً أنا عندي 53 ما أقدر فإيش رح أسوي رح أخذ تروس أستبدلها بتروس قابلة للاستبدال مثل زد واحد زد اثنين زد ثلاثة زد أربعة وهذا التوم عن طريق تركيبها على رأس التقسيم حتى نسوي التقسيم التفاضلي عدنا هنا اليو اللي أقصد بها هي مال متقب يعني يدت المتقب أو عدد دورات يدت المتقب يساوينا 40 على X الـ X هنا هو عدد تقريبي يعني أنا قلت أنا مثلاً أنا أريد مثلاً 53 سن فإذا سوفت شيء تقريبي إلى شاستخدم مثلاً خنقول 56 فالشيء أقدر أقربه يعني تقريب للعدد الأسنان الموجودة عندي هسا أنا شنو اللي ححتاج رح ححتاج إلى هنا عدنا نوعين من التعشيق أما التعشيق البسيط أو التعشيق المركب وهذا الشور رح أبين نوع التعشيق قلنا إحنا رح نستخدم قائد من قاد قائد ثاني من قاد ثاني فشوكت رح أسويه بسيط وشوكت رح أسويه مركب وشوكت رح أحتاجه يعني عندي إذا X اللي هي شنو قلنا الـ X اللي هي الأعداد التقريبية أكبر من الزت اللي هي عدد الأسنان فهنان تكون موجبة وتكون أو تكون سالبة إذا الأكس أضقل من الزت هاي الحالتين نحن سويه أربع تروس هسه شون أبين شكل التروس باعوه هذي هنانا عندنا أنواع من التعشيق إذا كان مركب وإذا كان غير هنا هذة نوع التعشيق الموجود عندنا هذة يسموه التعشيق البسيط باعوه هنانا هذا Z1 اللي شنو قصدته Z1 هو القائد الترس القائد والZ2 اللي هو المنقاد الأول هذا القائد الأول وهذا المنقاد الأول وهنا هذا الوصيد شو قد تكون الأكس أكبر من الزت إذا كان اتجاه حركة ذراع التقسيم وقرص التقسيم بنفس الاتجاه يعني باتجاه واحد فمن تكون باتجاه واحد هنا رح نستخدم وسيط واحد ويكون هذا نوع التعشيق يسموه نوع التعشيق البسيط إذا كانت الأكس أصغر من الزت كنا هو شنو الأكس هسير كنا عدد تقريبي والزت هو عدد الأسنان الأصلية اللي إحنا ما نقدر نحلها يعني فإذا كان فش رح نستخدم لنحن نستخدم ترسية وسيطة نستخدم له ودوران قرص التقسيم دوران قرص التقسيم يكون حركة الدوران رح نستخدم لها يقلنا سرعتين العفو ترسية وسيطات مزين هذه إذا كانت نوع التقسيم بصير أما إذا كان نوع التقسيم مركب نوع التعشيق مركب كما موضح بهذا الشكل فهنا نبعه هنا الأكس أكبر من الزت هنا عدنا زت وان وزت فور لديها سحنا حجيناها وزت ثري وزت تو قلنا زت وان هو القائد الأول زت تو من قائد الأول زت ثري هو قائد ثاني زت فور هو من قائد ثاني فإذن هذا شا استخدمنا للترس؟ ما نستخدم له ترس وسيط بهاي الحالة عندما تكون الأكس أكبر من الزت إذا كانت الأكس أصغر من الزت يكون نوع التعشيق مركب نحن نستخدم ترس وسيط أو ترس وسيط وتكون الحركة متعاكسة هذا نستخدمه هاي زت وان هاي زت ثري هاي زت تو هنانا هذا الترس الوسيط اللي نحن نستخدمه اللي هو هذا وتكون الحركة متعاكسة وهذا الزت فور فإذن تكون الحركة متعاكسة فس على سبيل المثال حنطف المثال معين أنا عندي تفريز أبدأ فرز أسناء ترس عدل هذا ترس عدل 53 سن المثال شي يقول جد عدد دورات القبضة لإجراء تروس فرقية إذا كانت الثقوب بالقرص طبعا هذي قرص هذا بجهاز رأس التقسيم جهاز رأس التقسيم يحتوي على أقراص من ضمن هاي الأقراص هذي كلها أعداد ثقوب يعني 21 23 27 29 31 33 هذا اللي موجود بجهاز رأس التقسيم يعني كل قرص بيه مجموعة من الثقوب والطاقم التروس الملحقة اللي هي مال تفارقية هذي أكثر شي بالروسية يصير للماكنة يكون 24 28 30 35 40 45 48 46 64 96 100 فعس بها الحالة أنا شرح أسوي أنا ما أقدر أطلع ال 53 فلازم أستخدم تروس تفارقية قلنا اليوشي ساوينا 40 على أكس اليو هي يعني مال مثقب قلنا القبضة مال مثقب اليو فإحنا هنانا عدنا نقس رح نختار الأكس نفرضها إحنا نفرضها هي 56 ف40 على 56 56 56 ناقص 53 شرح تطلع لنا تطلع لنا بعد الاختصارات طبعا 40 هنا أنا على 2 بعدين نختصر رح تطلع لنا 5 على 7 في 3 من جبنا 5 على 7 رح نقسم ال 40 على 8 لأن 4 يش ساوينا 5 في 8 تطلع 40 فأقسمها على 8 رح تطلع لنا 5 وال 56 على 8 تطلع لنا 7 فإذن هنا 5 على 7 نضربها لأن 56 ناقص 53 لعنا 3 فاش رح يصير نضرب الخمسة في 3 يصير 15 على 7 هسه ش رح نسوي بهالحالة رح نسوي عملية التحليل شرح رح حلل ححلل ال 15 وححلل ال 7 حتى شنو أنا أختار هاي الأعداد الموجودة عندي وتقبل القسمة بالنسبة للثقوب فإذن 15 ساوينا 5 في 3 هاي 3 أو 3 في 5 وال 17 ساوينا 2 في 3 ونص فحللنا 3 على 2 و 5 على 3 ونص ف3 على 2 رح نضربها بمن رح نضربها رح نضربها قلنا هسه رح نشتغل بالتحليل 3 على 2 في 5 على 3 ونص مين جبناها من 5 على 7 رح نحلل ال 15 على 7 عفو يعني 5 ضربناها في 3 طلعت لنا 15 فال 15 على 7 حللناها 3 في 5 وهنا 2 في 3 و 5 ونص رح نضربها في بسط ومقام الشابة حتى تطلع لنا عدد يطلع لنا عدد القائد والمنقاد يعني الأول والثاني فإحنا 3 على 2 ضربناها في 15 15 على 15 طلعت لنا 45 على 30 هذا القائد وهذا المنقاد الأول بعدين 5 على 3 ونص ضربناها في 20 على 20 طلع لنا القائد الثاني والمنقاد الثاني فإذا طلع لنا زد 1 زد 2 زد 3 زد 4 هسا عدنا نجي القانون شي يقول يقول N تساوي 40 على X 40 على 56 يجد يطلع لنا 5 على 7 طبعا ما جبناها قسمناها على 8 قلنا هاي تتقسم على 8 وهاي تتقسم على 8 فيصير 5 على 7 إذن 5 على 7 رح نضربها في بسط ومقام 3 على 3 يطلع لنا 15 على 21 واحد إذن رح يطلع لنا من الدائرة من الدائرة اللي عدد 16 تقوب يطلع لنا من الدائرة اللي عدد تقوبها واحد وعشرين عرفنا هاي مين جبناها إحنا أخذنا هذا الافتراضي قسمنا يطلع لنا 5 على 7 ضربناه في بسط ومقام بحيث الدائرة الموجودة عندنا هي 21 فأطلع الدائرة الموجودة 21 يعني لازم يقبل القسمة فاشطلع لنا 1 زائد 15 على 21 فيطلع لنا 6 ثقوب من الدائرة اللي عدد ثقوبها 21 وبهذه رح نركب التروس التفارقية بجهاز رأس التقسيم ونبدأ نشتغل السن الموجود عندنا وشكرا تقلل للا تطلع الموجودة ترجمة نانسي قوني التنسي قلaming شكرا نشف اشتركوا في القناة